أهلا بكم مشاهدينا من جديد نتابع مع الملف الطبي الأبرز اليوم وهو ما يتسبب به مرض السكري في كثير من الأحيان بإصابة العين بمضعفات كحدوث تغيرات في شبكية العين والإصابة بالمياه الزرقاء أو ما يعرف بالغلوكومة بالإضافة إلى ارتفاع الضغط العين المسبب لتلف العصب البصري وكل هذه التغيرات يمكن أن تتسبب أو تسبب ضعفا في النظر وفي بعض الأحيان فقدانه إذا أهمل مريض السكري متابعة وعلاج المرض الحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من جدة دكتور إسماعيل بنت استشاري شبكية العين بمدينة الملك عبدالله الطبية التابعة لوزارة الصحة السعودية صباح الخير دكتور إسماعيل خلينا بس نبتدي نشرح بأسلوب بسيط ومختصر إيش علاقة السكري بالعين كيف يؤثر السكري في العين الصباح الخير للمشاهدين من حضرتكم داء السكري على المدى الطويل يؤدي إلى انسدات في الشرايين المغذية لشبكية العين مما يؤدي إلى قصور في التغذية وبالتالي بعض المراطق في الشبكية قد تتأثر تأثر كبير بهذا الموضوع خصوصا أن خلايا الشبكية من الخلايا الحساسة في الجسم والتي لا تستطيع أن تقاوم عدم التغذية لفترة محدودة كذلك السكر يؤدي إلى ضعف في جدران الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تسريب المحتويات الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تجمع السوائل في الشبكية ويؤدي إلى وضع نسميه ارتشاح الشبكية أو تجمعات السوائل بشبكية العين دكتور كيف يشعر المريض بتأثير المرض خاصة أن أغلب العوارض تحدث في وقت لاحق بس ما هي أبرز هذه العوارض من العوارض المهمة اليومية التي قد يشعر بها المريض تدبدو في الرؤية وذلك لتدبدو بمستوى الجلوكوز في الجسم فالمريض يشعر أثناء اليوم بتدبدو بالنظر مرة يحس أنه نظره كويس مرة يحس أنه نظره مش كويس كذلك قد يشعر المريض بازدواجية في النظر وذلك لقصور في عضلات المحركة للعين نتيجة انسداد لوعة دموية أو الشعيرات الدموية المغذية لتلك العضلات قد يشعر المريض كذلك بعدم رؤية الأجسام بصورة واضحة وتعرجها وذلك لعدم استقامة سطحية الشبكية لنتيجة لتجمع السوائل أو المواد الدهنية فيها أخيرا قد يشعر المريض بألام شديدة ذلك ناتج من ارتفاع ضغط العين الناتج من وجود أوعة دموية غير طبيعية في الجزء الأمامي من العين وهو ما يسامى بالمياه الزرقاء المريض قد يشعر بفقدار للنظر لوجود نزيف دموي سواء في الجسم الزجاجي أو على سطح الشبكية أو بتغيرات المياه البيضاء التي قد تكون بنسبة أعلى عند مرضى السكري أيها طيب دكتور إسماعيل هل معنى كلامك مثلا أنه كل مريض سكري الإصابة بأمراض العين عنده حتمية؟ نعم الدراسات أثبتت أنه بعد حوالي 15 إلى 20 سنة طبعا نحن نعرف أنه مرضى السكري نوعين مرضى المعتمد على إبر الإنسولين والمرضى المعتمدين على الحبوب بعد حوالي 20 سنة كل مريض معتمد على الإنسولين تقريبا من نسبة 95 إلى 99% من مرضى السكري توجد لديهم تغيرات في الشبكية أما المرضى المعتمدين على الحبوب فهي النسبة قد تصل إلى 60 إلى 80% طبعا تنظيم السكر جدا مهم في هذه التغيرات بحيث أنه إذا كان السكر منتظم فهذه التغيرات حتما ستحصل ولكن ستحصل بدرجة بسيطة وفي مدى بعيد ولكن إذا كان السكر غير منتظم فنجد أنه التغيرات تحصل بشدة وفي فترة قصيرة من الوقت طيب دكتور أيضا من بعض أو من أبرز الأمراض العيون التي قد يتسبب بها السكري هما الجلوكوما وأيضا الكاتاراكت ما الفرق بينهما ولماذا هذه الأمراض تحديدا؟ الجلوكوما هو عبارة عن ارتفاع في ضغط العين الضغط الطبيعي للعين هو ما بين 10 إلى 21 وعند ارتفاع الضغط بنسبة أعلى من ذلك نسميها الجلوكوما أو المياه الزرقاء السبب في قسميتها مياه الزرقاء عند ارتفاع الضغط يتم ارتشاح في قرنية العين فبالتالي المريض يشعر بهالات الزرقاء عشان كده سموها المياه الزرقاء المياه البيضاء هو عبارة عن تغير في العدسة الطبيعية بالعين فهي تتحول من جزء شفاف تام إلى جزء أبيض أو وجوب في تغيرات تتحول إلى اللون الأبيض أكثر هذا هو الفرق الناس بتقول المياه بيضة ومياه زرقاء المياه الزرقاء عبارة عن تغيرات في العدسة المياه الزرقاء عبارة عن ارتفاع في ضغط العين السبب ونسبة الإصابة بها أعلى في السكري نتيجة أول شيء المياه البيضاء نتيجة تذبذب السكر في عدسة العين مما يؤدي إلى خلل في تغذيتها أما بالنسبة للمياه الزرقاء هو وجود أوعي دموية غير طبيعية في زاوية العين الأمامية تؤدي إلى غلق مخارج العين فبالتالي يؤدي إلى تجمع السوائل داخل العين وارتفاع ضغط العين أيها طيب دكتور نحن نعرف أن السعودية من أكثر الدول اللي بينتشر فيها مرض السكري فمعنى كمان هذا أكيد أنه أمراض العين منتشرة بشكل كبير هل هناك أي إحصاءات عن السعودية تحديدا؟ والله للأسف أنه حسب آخر إحصائية تمت في جامعة ملك سعود أنه المصابين بداء السكري النوع الثاني من داء السكري قد تصل نسبتهم إلى 17% وحسب آخر إحصائية أنه حوالي 23% من البالغين مصابين بداء السكري وعشان كده وزارة الصحة تمت بداء السكر وخصوصا أمراض الشبكية وأمرت بإنشاء مراكز للعيون لمتابعة المرضى مدينة ملك عبد الله تعتبر من أحد المراكز التي تم افتتاحها مؤخرا والتي تقوم بعلاج المرضى المصابين بداء السكري وإجراء العمليات لهم وفحصهم ومتابعتهم ومحاولة تخفيف الأضرار الناتجة من داء السكري لديهم طبعا نتكلم عن مدينة ملك عبد الله التي موجودة فقط في المنطقة الغربية أعتقد أنه في مراكز عيون المملكة الوزارة الصحة تمت بإنشاءها في المنطقة الوسطى وكذلك في المنطقة الشرقية نعم دكتور دائما بالطبع الوقاية خير من العلاج فعند مرضى السكري بالطبع النصيحة هي أو ما هي النصائح التي يجب اتباعها من ناحية وقائية قبل أن نتحدث عن سبل العلاج أيضا المتوفرة لأمراض العين هو حسب النصيحة العالمية يفضل أنه عند تشخيص المرض طبعا يعتمد إذا كان السكر من النوع الأول المعتمد على الإنسولين يفضل الفحص شبكية العين بعد حوالي ثلاثة إلى خمسة سنوات من تشخيص المرض أما إذا كان المريض يعاني من داء السكر النوع الثاني فيفضل الفحص مباشرة لأنه ما نعرف إحنا السكر كان جالس معه كم فترة هو ما يدري و تم اكتشاف بعض الحالات لداء السكر من خلال فحص العين فقط كذلك بعض الوضاع الصحية قد تؤدي إلى تداهور حالة السكر عند المرضى مثلا فترة الحامل يؤدي إلى تفاقل تغيرات السكر عند النساء الحوامل أو الرغبة في إجراء أي عملية بالعيون الوبعين هذولا يؤدي إلى يؤدي إلى ارتفاع أو تغيرات شديدة في مستوى السكري في العين فيجب أن تابع هذه المرضى قبل وأثناء وبعد الوضاعات المذكورة في حال أصيب مريض السكري بأمراض في العين هل هناك علاج تام؟ هل هناك شفاء؟ أم أنه الموضوع هو بس يكون عن أنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه ويعني تدارك الموقف فقط؟ طبعا هو من مبدأ أنه أي تغيرات للشبكية بالنسبة للسكري من الصعوبة أنه الواحد يرجع الموضوع كما كان ولكن الشيء الطيب أنه متابعة السكر الدقيقة تؤدي إلى محافظة التغيرات السكري في العين تصل إلى 50% فالكشف المبكر لداء السكر يؤدي إلى محاولة أو قدرة على تجنب مضاعفات السكري بنسبة 50% فقد تصل بعض الحالات متأخرة ولكن ما زال فيه إن شاء الله أمل لمحاولة التخفيف من أعراض السكري بالنسبة للعين طبعا هذا ما يتم إلا بوجود الأجهزة الحديثة من أجهزة ليزر من توفر أدوية لعلاجات العين مثل الإبر المختلفة لعلاج الارتحات الشبكية كذلك الأجهزة المتطورة في إجراء الجراحات الشبكية وهذه الحمد لله كلها متوفرة في مستشفى المراكز الطبية لوزارة الصحة وخصوصا في مدينة الملكة عبدالله الطبية الدكتور إسماعيل بنتن استشاري شبكية العين بمدينة الملكة عبدالله الطبية التابع لوزارة الصحة السعودية كنت معنا من جدد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر